لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قلت يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت والنتيجة فني جيناه من الغم القرآن بيعطيك حل لموضوع الغم يونس عليه السلام كان في الغم أعطاه رب العالمين فرصة للخلوة في مكان صعب بس خلوة مع ذات أعطاه فرصة يقول لا إله إلا أنت تخلى عن الاستعانة بالآخرين فلا ذل ولا انكسار ولا استجداء من الآخرين بس من رب العالمين أعطاه فرصة يقول أني كنت من الظالمين أنك أنت تراجع نفسك مش ضروري تحط الحق الآخرين ولا تقول حيواقف بوجهي أو أنا حظي سيء من الدنيا أو الآخرين بيعملوا معي كذا يراجع نفسه أني كنت من الظالمين القضية مش قضية جلد الذات لا القضية أنك أنت تملك الإرادة أنك تراجع نفسك وتشوف كيف المواقف اللي صارت معك وكيف يمكن أن تتصرف معها بالطريقة الأنثل طريقة مراجعة الذات وتصحيح الموقف وبتطلع بعديها من حالة الغم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر